فردخ الله مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين أيها الحفل الكريم متابعين الكرام في كل مكان محبي رياضة الآباء والأجداد عشاقي سباقات الهجن العربية الأصيلة أحييكم مرة أخرى من هذا الموقع مع اندفاعي وانطلاقي سادس أشواطنا في هذه الفترة الصباحية الجميلة التي تعلن عن بداية هذا الموسم الخاص لعاصمة الميادين ميدان الوذبة انطلاق شوط البكار المهجنات الأصيل التي بدأت بالصراع بدأت بالنزاع بدأت بالمنافسة على مقدمة الشوط ليتقدم هذا الحمر الجميل ليتقدم هذا الشعار المميز صباحك ورد حمري الخيلي تتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات والمنطلقة والمتواجد الآن أيضاً مع المستحيل وأيضاً المندفع أيضاً مع المحترف وهناك الظافر وهناك أيضاً أسماء قادمة في هذا الصراع تتقدم مع محفوظ من خميس الينيبي أخذ المركز الأول واللعنود ما زالت صامدة ما زالت صامدة العنود وهملو له ولكن هملو له بالشعار العيناء الجميل العنود وهملو له وهنا هملو له غيرت غيرت سيطرت سيطرت أبتعت أبتعت أمتعتي والله أمتعت ذهبت مع المركز الأول هملو له بالشعار سموه الشيخ ذياب بن محمد بن زايتال إنهيان محفوظ بن خميس الينيبي مع الشعار العينوي زعيم في كل مكان زعيم في كل مكان في كل رياضة زعيم وهنا متابعي للكرام هملو له لسموه الشيخ ذياب بن محمد بن زايتال إنهيان تؤكد بأن الزعامة ما زالت للزعامة تهانينا للمضمر محفوظ بن خميس الينيبي المركز الداني العفريت لحجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المركز الثالث وصلت فيه العنود لحجن الرئاسة مع راتز بن محمد بالسم المنصوري المركز الرابع وصلت فيه منصوري لهجن الرئاسة مع المميز مبارك الخيلي المركز الخامس وصلت خامسا الطيارة أيضا لهجن الرئاسة أيضا مع المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي إذن متابعينا الكرام في كل مكان هكذا الشوط الجميل الذي بدأ مع العنود ودها بهملوله تهانينا ليسموه شيخ ذياب بن محمد بن زايدا لنهيان تهانينا للزعيم محفوظ بن خميس ليني بالتوقيت 6 دقائق 12 ثانية 4 أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني بينما اللي وصلت مع المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني توقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرئاسة على فوز العفريت تهانينا المبارك بن أحمد بن مايد الخيلي بينما المركز الثالث ايضا لحجن الرياس سمع راشد بن محمد بالسمى المنصوري والتوقيت الزمنية 6 دقائق 18 ثانية 8 اجزاء من الثانية لحظة فوز وانتصار العام